دورنا أكثر ليس دور إخباري أنا دوري أكثر هو دور توعوي وتحليلي ولكن من أجل فكرة وهي فكرة أن ننهض بوطننا وبالمنطقة المغاربية كلها أقل شيء أن ننهض بوطننا وبالمنطقة المغاربية فنقيم دول عدل دول حق دول يكرم فيها الإنسان يكرم فيها المواطن كما يسمى وللحقيقة كلمة مواطن هي كلمة مبالغ فيها شعوبنا كلها رهي ما بين العبيد وشبه العبيد ونصف العبيد تكلمت لكم مرة الماضية جبت أحد الأمثلة اللي هو هذا اللي يسموه المدير العام لوكالة آنام وشفنا يعني أنا ما استطاعش نقول لكم كل ما كان عندي في الملفات لأنها ملفات قادرة فجور وعهر وفساد ومناصب الفراش مقابل المناصب لا تتصورون حجم يعني أشرت لكم دلكم إشارات أو بعض التسميات فقط إنهم يجعلون من نساء البلاد من فتيات البلاد ونساء البلاد ليس أكثر من سبايا وجواري من سبايا وجواري إن الأغلبية العظمى من النساء اللي يتقدموا لطلب عمل لا يعطى لهم العمل إلا بعد أن تخضع لنزوات الفجار اللهم إلا على استثناءات قليلة وفي أماكن قليلة حتى نكونوا دايما دقيقين رام حولوا البلاد إلى حالة من الفساد الأخلاقي من تدمير الأخلاقي من تدمير الأسر لا تتصورونه وانظروا إلى حالات الطلاق الرهيبة في البلاد رهيبة إلى درجة أن الناس اللي يطلقوا أكثر من اللي يتزوجوا فهذا كله راه مقصود عندما يدمر لك الأسرة عندما يدمر الزوجة يدمر البنات يدمر تصبح غير في حل هذه المشاكل عندما ينشر لك الأدراج وتصبح ليش فقط للذكور وإنما أيضا للإناث عندما ينشر لك الفجور وقاعات المساج ويعطي آلاف وربما عشرات الآلاف من الشقق يجعلها أماكن للهو والفساد والفجور فهذا تدمير تدمير للعمارة اللي يسكنوا فيها الناس تدمير للحي تدمير رهي المخدرات الآن أحيانا تتواجد أكثر من مواد أساسية ما تلقهاش لكن تلقى المخدرات تتبعها هذا كله مقصود بحيث إذا ما دمرت الأخلاق في مجتمع يستطعون هندسته كما يريدون والهندسة اللي رهم يديروا فيها الآن ما هي والله ما تقولش أنا ما توصلنيش هذه وما توصلنيش والله وتروح لرأس الجبل مثلا لو واحد قال أنا والله عندي أربع ابنات وربع ولاد وزوجتي والله رح نعيش في رأس الجبل والله هناك يوصلوك المختصار بسيط التكنولوجيا هي هنا ما عادش تحتاج أشياء كثيرة أخرى ما عادش لكنها سياسة دولة سياسة نظام حكم سياسة عصابات سيطرت على نظام الحكم فسيطر على الدولة فخرب المجتمع لأنه بالنسبة إليهم أي كل ما يرفع المجتمع الجزائري نفسه الحرك متى جاء متى عاد لما بدأت الناس تعاود تراجع شوية بعض الأمور لما خفت القبضة القمعية والأمنية والبراجات لما بدأت الناس تدير مرات محاضرات ومرات لقاءات ومرات شوية وخاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي إلى آخره فجال حرك نشأ منه نفسية جديدة خاصة مع جنونهم كانوا الدين واحد مئة الدين إلى أهدى خامسة الآن فهموا مواقع التواصل الاجتماعي لازم يملؤونها بالقذيرين والقذيرات بالفاجيرين والفاجيرات بالمجرمين والمجرمات بالتافهين والتافهات بالمفسدين والمفسدات ما توليش هذه مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية للتثقيف للتعليم للنهضة لا لا تولي للإغرق وهذه مواقع التواصل الاجتماعي هذه أدوات هذا مثل هذا الكاس تضع فيه ماء أو لابن حلال تضع فيه خمر حرام وسيلة مش هو المشكلة في حد ذاته هو ما يوضع فيه وهذا نفس الشيء بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي كثيرين يروا وكانوا يشافوا خاصة في التيك توك في الجزائر تيك توك في الجزائر حولوه إلى عبارة عن سمحوني على العبارة مخور كبير عبارة عن شيء فاضي تبدلت شوي الحمد لله الأمور مع ما جاء غزة هذا ما يساعدهمش لما جاءت غزة وبدأت تظهر أشياء والتيك توك وخاصة مع القمع اللي يقع في الفيسبوك إلى آخر الناس ولا تنشر في التيك توك تحسن شوية تيك توك هذا مرعب بالنسبة للعصابات لماذا؟ لأنهم أبناء أبنائهم وأولادهم كلهم في الشذود وفي الفساد وفي الأدروغ كلهم اللهم ما إلا على استثناءات قليلة فهو يريد أن يخرب لك المجتمع وخاصة وأن الفقر كاد أن يكون كفر عندما الفتاة تقعد سنتين ثلاثة ربعة خمسة بعدما تخرجت ولا تجد عمل تساعد بها نفسها أو تساعد بها أسرتها بعدين تحت الضغوطات تقبل الشاب يقبل وأشياء أخرى كثيرة ترجمة نانسي قنقر